في معظم فترات السنة يكون لسيارة الأجرات دور مهم في تيسير عملية التنقل إلا أن بعض السلوكات أمام محطات القطار وغيرها من فضاءات التجوال بالمدينة تطرح علامات استفهام حول مدى احترام تطبيق القانون بالنسبة لي أنا كان دير لانافيديالي من المحمدية للرباط وكان استعمل سيارة الأجرات قريبا يوميا فالطاكسي سائق سيارة الأجرات قريبا يجب عليك البلاصفين بغاية لا يوجد لدي المواطن حرية الإختيار لأنه يمشي البلاصفين بغاية وهذا هو نورم الملكين يعادشين في القانون فما يتلقى هذا هذا وشخصيا هنا يتلقى بأنهم يكونوا ناس دي الأمن فالناس سائق سيارة الأجرات يكونوا واحد تنظيم من طرفهم أول حاجة اللي كانت منه وتكون عدنا وعد ثقافة دي الشيكاية عند المواطنين أن أي سيارة الأجراء اللقاء معاشي إيشكال أو ما بغاش يهزدك الزابون كان عدنا وعد مركز دي الأطنقية اللي خدام 24 ساعة لـ 24 ساعة يحط الشيكاية دياله وملكة تحديك الشيكاية كتتأخذ بعيد العسيبار لأن أغتاء ولاية جهة كتدير الخدمات ديالها لأن كما كتعرفوك حبيب سائق سيارة أجراء من السائقين النموذجيين بالرباط ينتظر دوره هنا أمام محطة القطار المدينة بالرباط ويحكي بعضا من تفاصيل تجربته نخرج من ضرد من المنزل ديالي وكان بدأ خدم اللي شير ليه كان هزوه وكان ديه كان وصله الوجه اللي بغا ومن بعد في التنقلات وفي التنقلات ديال سيارة الأجراء اللي كان ديره وكان مرسوها وأننا كان نكونوا كان ديوه شكليا قريب للمحطة فكان فضلوا لحب بدأنا ندخلوا للمحطة نقلسوا فيها لإنما يمكنش لك تبقى غادي كتخسر في المحطة هكذاك كتضيعوا لأنك سكتوقف في المحطة باش تخرج تهز الكورسة باش هكذا تكون غادي مع الدخل ديال كمسيال وحسب وزارة الداخلية فقد تم سحب مائتي وعشرين رخصة في مدينة الرباط منها ما يقارب ثلاثين رخصة فقط في يناير الفين وثلاثة وعشرين كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف عناصر الأمن حسب الدورية التي أصدرتها الوزارة فيما يبقى احترام القانون سلوكا مواطنا يخدم الوطن والمواطنين